شكراً شكراً مع الوزير شكري أدعو الآن وزير الخارجية كيري ليدلي ببيانه شكراً سعدت الصفير شكراً مع الوزير شكري يسعدنا وما يثلج قلبنا هو ما فعلته مصر خلال الأيام الستة الماضية وطبعاً نحن الآن على طريق تحقيق الكثير من الأهداف إنه شرف عظيم للولايات المتحدة أن يشارك في استضافة هذه الندوة حول جهود التكيف في أفريقيا بالتعاون مع حكومة مصر أود أن أؤكد لكم على أننا ندعم بقوة اتفاق غلاسكو وذلك لتمويل جهود التكيف كما قال الرئيس بايدن فإننا سنساهم أيضاً من طرفنا طبعاً هناك دعوة إلى توفير المزيد من الموارد المالية لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه الموارد في مختلف أنحاء العالم طبعاً موضوع التخفيف ضروري للمساعدة في جهود التكيف ولكن تعرفون جميعاً أن هذه الموارد ضرورية لإنقاذ الحياة وإنقاذ الممتلكات أيضاً وعملية التكيف مهمة جداً حتى لو قال البعض بأنه إن لم نتمكن من التخفيف من انبعاثات الغازية فإن لن نتمكن من التكيف مع الكوارث المناخية إذا ما وصلت درجة الحرارة إلى مستويات عالية طبعاً الحاج هناك دعوة كبيرة للتكيف والتكيف والتكيف لكن هذا لن يتم إلا من خلال التعاون بيننا أعلن الرئيس بايدن قبل قليل كيف ستقوم الولايات المتحدة بتعزيز تنفيذ خطة التكيف فيما يسمى بخطة التوارع الرئيسية الرئاسية عفاً للتكيف والقدرة على الصمود الولايات المتحدة ستساهم بـ 12 مليار دولار ونحن نسعى إلى الحصول على ثلاثة مليارات إضافية من الكونغرس يوم الثلاثة الماضية قدمنا طلباً كهذا ونأمل أن ننجح في ذلك أعلن الرئيس بايدن أن هناك 150 مليار دولار ستخصص لعدد من برامج التكيف في أفريقيا سنفصل ذلك اليوم هذه البرامج ستسرع بتنفيذ برنامج بريبير حيث أن الولايات المتحدة ستستثمر حوالي نصف مليار دولار لهذا العام وحده وأود أن أؤكد اليوم على أربعة برامج بشكل سريع أولاً استجابة لدعوة الأمين العام المتحدة بضرورة وضع برنامج الإندار المبكر على مدى الخمس سنوات الماضية ونحن مستعدين أن نصاهم بمبلغ يصل إلى خمسة مليار ملايين دولار لتسريع تنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى مبلغ مواردة مالية أخرى لدعم تنفيذ ما تبقى من البرامج في هذا الميدان كما أننا سنوفر مبلغ عشرة مليار ملايين دولار للبدء في إنشاء مركز مصر الجديد والمتعلق بالامتياز وتدريب على التكيف وتعزيل قدرة على المقاومة سنقدم أيضاً خمسة وعشرين مليون للمساهمة في تنفيذ المباراة الأفريقية للتكيف هذا المبلغ طبعاً سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة حكومة مصر وأود أن أؤكد بأن الرئيس بايدن قد وضح ذلك وأود أن أكرره نعم نحن بحاجة إلى تريليونات الدولارات نحن بحاجة إلى موارد إضافية وأعلننا عن آليتين هنا في هذه الدورة ونحن سنسعى إلى تطبيق هذه البرامج والتي يمكن أن توفر المليارات من الدولارات ولذلك فإنه يساعدنا أن نكون جزءاً من هذا الجهد متعدد الحكومات وطبعاً ستسمعون المزيد عن مركز التدريب ومحفزات تعزيز الأمن الغدائي سنستمع أيضاً إلى ممثلين عن القطاع الخاص حول كيفية حشدهم لرؤوس الأموال من القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز التكيف في أفريقيا أود أن أؤكد لكم بأن أي من المقترحات التي قدمناها من القطاع الخاص سوف يستعد بها عن أي التزامات عقدها القطاع العام على نفسه وفي بعض الدول الأكثر تعرضاً للتغير المناخي نجد أن كثير منها في هذه القارة 17 من أصل 20 بلد هش موجودة هنا في القارة الإفريقية لذلك حضرات الأصدقاء العزاء فإننا ملتزمون تماماً في العمل معاً ومع شركائنا لتقديم الدعم للدول الهشة والضعيفة لإستساعدة على التكيف مع آثار التغير المناخي إن الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً والدول النامية والاقتصادات الناشئة تأثرت بطرق تتطلب مننا أن نبدل هذه الجهود إننا تتطلع بالتعاون مع أصدقائنا في مصر وغيرهم إلى تحقيق النجاح في هذه المساعي شكراً شكراً جزيلاً سعادت معالي الوزير شكري والسفير جون كاري لقد تحدثتم عن دعم التكيف في أفريقيا وركزتم على الأولوية لشعر التنفيذ في هذا المؤتمر شكراً جزيلاً لكم